السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صورة الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والعياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البطر الزرى من فطور ثم ارجع البطر كورتين ينقرب إليك البطر خاسئا والحسين ولقد زينا السماء الدنيا بمطابعة وجعلنا رجوما للسياطين وأعتلنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المطيد إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويتفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتقوا النذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقد ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فصخفة لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم أبدأ هبو به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من ذسقه وإليه النسور أمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم عصبا فستعلمون كيف نزلين ولقد كذب الذين من قبلهم أكيد كان نكيد أفلم نروا إلى الطير فوقهم صافات ويقضرهم ما يرسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بطير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في عرور أمن هذا الذي يوضعكم إن أمسك يزقه بل لا بدو في عتم ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على طراض مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبطار والأفدة قل لما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله بإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ذلك تنصي أتجوه الذين كفروا وقيل أخيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك يغضوا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قد قواه العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته